بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السادسة قضية تأهيل وتوظيب ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الثاني التأهيل المهني لذوي الإعاقة طبعا التأهيل المهني هو تأهيل ذوي الإعاقة مهنيا من حيث توفير فرص العمل لهم وتوجيهه إلى المكان المناسب من حيث قدراته أهداف مراكز التأهيل المهني هناك عدد من الأهداف نتناول منها تدريب ذوي الإعاقة على مهن مناسب لقدراتهم ومنح شهادات التأهيل لمن انتهى تدريبهم واشتاز الاختبارات بنجاح أيضا من أهدافها تتبع من يتم تدريبه في الوظائف الحكومية والمسات الخاصة أيضا افتتاح مشروعات فردية أو جماعية لعدد من خرجية المراكز ومتابعتها للتأكد من نفعها لذوي الإعاقة والدواء الاقتصادية له أيضا تأمين الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية أثناء الدورات التدريبية لو انتقلنا الآن نتحدث عن خدمات التأهيل المهني هناك عدد من هذه الخدمات أولها التقييم طبعا التقييم هو التعرف على ما تبقى من قدرات ذوي الإعاقة وإمكاناته العقلية والبدنية والمهني التوجيه طبعا التوجيه هو نصح الشخص ذوي الإعاقة تبعا للتقييم في ضوء المتاح من التدريب المهني أيضا الإعداد للعمل والتدريب المهني هنا نقوم بإعادة التدريب على إحدى المهارات التي تتناسب مع قدراته ثم ننتقل إلى التشغيل من خدمات التأهيل المهني وهي مساعدة الشخص ذوي الإعاقة على الحصول على العمل المناسب أما العمل المحمي هنا في العمل المحمي نقصد بها توفير عمل يؤديه في ظل ترتيبات خاصة والمتابعة نقصد بها المتابعة متابعة حارة الشخص ذوي الإعاقة إلى أن تتحقق إعادة التشغيل لو انتقلنا الآن نتكلم عن نظام الكوتا نظام الكوتا بمعناها هي إلزام أصحاب العمل بتشغيل أشخاص ذوي إعاقة بما يتفق محصة أو نسبة محددة من إجمال قوة العمل وتخصيص أو تحديد عدد محدد من أنواع الوظائف طبعا نظام الكوتا حقيقة له إيجابيات وله سلبيات من إيجابيات نظام الكوتا يظهر دعم الحكومة لاستخدام ذوي الإعاقة والمساواة في تأهيلهم وإدماجهم أيضا يشجع أصحاب العمل على تشغيل العمال ذوي الإعاقة ويعترب بمهاراتهم وقدراتهم المتبقية أيضا يساعد على إقناع أصحاب العمل بأن مسؤولية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يجري تقاسمها بالتساوي مع القطاعين العام والخاص ويخلق الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيظلون بخلاف ذلك عاطلين عن العمل لو انتقلنا الآن نتحدث عن سلبيات نظام الكوتا بعض هذه السلبيات وسلبيات نظام الكوتا كثيرة أولا أنه يؤدي إلى إقامة علاقة قلقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على كراهة صاحب العمل وتخوف العامل نعم هذه حقيقة هذا الأمر سوف يؤدي إلى عدم استمرار هذه العلاقة في الغالب أيضا أن اللجوء لنظام الكوتا هو تصريح بأن العامل ذوي الإعاقة لا يمكن أن يساوي غيره من حيث الكفاءة طبعا إذا صح هذا الكلام فليس عدلا فرض هذا العامل على الاقتصاد الوطني أيضا أن صاحب العمل هو أقوى وأكثر نفوذا من ذوي الإعاقة نعم بالتالي فأنه يستطيع أن يستفيد من القضاء لأنه بالأخير هذه ستحول القضاء يستفيد من القضاء أكثر مما يستطيع ذوي الإعاقة وبالتالي يبقى القانون غير ذي أثر في توفير العمل لذوي الإعاقة إن صاحب العمل قادر على تحديد فرص التقدم التي يقدمها لعماله وهو قادر بالتالي أن يحرم ذوي الإعاقة من هذه الفرص أيضا من الناحية العلمية لم تنجح أي دولة في العالم في تحقيق النسبة التي فرضها القانون ونظر أن تسايد القناعة بفشل نظام الكوتا في الدولة المختلفة اقترحت فكرة توفير حوافز مالية أو معنوية لتشغيل ذوي الإعاقة يستفيد منها أصحاب العمل هذه بعض سلبيات نظام الكوتا لو تناولنا ونظر إلى بعض المراكز التأهيلية الحكومية الخاصة بذوي الإعاقة لدي مركز التأهيل الشامل ومركز التأهيل الاجتماعي ومركز التأهيل الطب التابع للوزارة الصحة ومركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة ومركز جامعة الملك سعود للمعاقين أيضا بعض المراكز التأهيل الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة مركز التأهيل الطب التابع لمدينة السلطان بن عبدالعز للخدمات الإنسانية ومركز النقاها ومركز العون ومركز تنمية الطفل ومركز جدة للنطق والسمع ومركز المهارات لتنمية القدرات الذهنية والعلاج النفسي والتربوي